السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا أبناء طلاب الصف الخامس سنتناول اليوم الدرس الثالث عشر خلق الشجاعة صفحة الثالثة والخمسون لو سمحت افتح معي كتابك على صفحة ثلاثة وخمسين طبعا اعتنى الإسلام بالأخلاق الفاضل اعتراء كبيرا كما تحدثنا عنه سابقا لما يترتب على ذلك من الأجر والثواب وأيضا محبة الناس سنتناول اليوم خلق الشجاعة وفي عنا بداية الدرس في عنا قصة قصيرة حابين نقرأها ونتطرق لها فلو سمحت افتح لكتابك صفحة ثلاثة وخمسين وتنبع معي طب تذكر القصة ذخب طلبة الصف الخامس الأساسي في رحلة مدرسية إلى وادي الموجب بصحبة معلم التربية الرياضية وفي الطريق نزل الطلب لمشاهدة واد فيه شلالات فإذا بطالب يقفز في الماء من أجل الصباحة لكنه أوشك أن يغرق وما إن شاهد المعلم الطالب وهو يستغيث حتى قفز في الماء وأنقذه أعجب الجميع بشجاعة المعلم وأثنوا علي أحباء الطلاب ماذا استفدت من القصة؟ طبعاً عنا شجاعة المعلم ما معنى الشجاعة؟ في عنا أستنتج معنى الشجاعة من القصة السابقة إذن ياريت لو تكتب معي لو سمحت هو خلق إسلامي يعني القدرة على مواجهة الصعاب والمخاطر وعدم الضعف والاستسلام إذن هو خلق إسلامي يعني القدرة على مواجهة الصعاب والمخاطر وعدم الضعف والاستسلام هذه معنى الشجاعة طبعاً حثنا الإسلام على الشجاعة وإذا إحنا بدنا نيجي لوقتنا الحالي أكبر شجاعة أنك بتعملها أنك تضلك في بيتك لمواجهة هذا الفيروس الخطير الذي يواجه الأمة وطبعاً قضى على جزء كبير من الناس فأكبر شجاعة بتعملها أنك تضلك جالس ببيتك حتى لو إحنا زهقانين وتعبنا الحمد لله نعنى بيوت نعود فيها ونجلس فيها حتى نواجه هذه المخاطر التي تلاحقنا فإذن الشجاعة لا تكون فقط في الحروب أو في الأشياء المؤذية حتى وإنت جالس ببيتك تعتبر شجاعة هلأ انظر معي إلى أتأمل الصور الآتية وأعبر عن صور الشجاعة فيها أولاً شوف ليش الصورة الأولى عنا رجال الإطفاء يطفؤون الحريق إذن الشجاعة في مساعدة الآخرين لو سمحت أكتب لي تحت الصورة الشجاعة في مساعدة الآخرين إذن مساعدة رجال الدفاع المدني الآخرين في إطفاء الحرائق طبعاً بعرضوا نفسهم كثير للخطر رجال الدفاع المدني إنه ممكن أي واحد فيهم ينصب بالحريق أو يتعرض للأذى طيب ثانياً عنا هون شاب أو صبي قاعد بيخطب أو يقول كلمة الحق أمام زملاء أو أمام الطلبة نكتب عندها الشجاعة في قول الحق ثالث شجاعة عندنا الشجاعة في الدفاع عن الوطن اللي هم رجال الوطن حماهم الله هم الذين يدافعون عن الوطن طيب افتح لي كتابك على الصفحة التي تليها طبعاً الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا قدوتنا في كل إشي بمر علينا بحياتنا اليوم رح نتناول مواقف أو موقف من شجاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأيضاً موقف من شجاعة الصحابة المطلوب منك مس في هذه الصفحة إنك تفهم ليها فهم يتكون فهم المعنى الإجمالي للصفحة طيب أولاً شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم أشجع الناس كان الرسول جداً شجع ما كان يخاف فقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق بعضهم نحو الصوت ليتبينوا الأمر راحوا كلهم عشان يشوفوا إيش من وين جاي هذا الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقهم إلى الصوت وكان على فرس وفي عنقه سيف طبعاً هم رايحين لسه يشوفوا إيش فيه كان الرسول صلى الله عليه وسلم رايح قبلهم سابقهم وراجع فطمأنهم وطلب منهم العودة إلى بيوتهم طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أين تظهر شجاعة في هذا الموقف؟ لأن أفكر أين تجد خلق الشجاعة في موقف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعاً تبرز شجاعته في المبادرة لمعرفة الصوت قبل أي أحد لو سمحت أكتب لي إياها عند أفكر تبرز شجاعته في المبادرة لمعرفة الصوت قبل أي أحد طيب فيحنا أيضاً مواقف تدل على الشجاعة من حياة الصحابة الكرام أيضاً الصحابة كانوا شجعان كان الصحابة الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ليش عنهما؟ رضي الله عن عبد الله وأيضاً عن الزبير بن العوام اللي هو والده كان صحابة جليل إذن كان الصحابة الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في صغره يلعب مع الصبيان في الطريق عادين بيلعبوا فمر بهم عمر بن الخطاب رضي الله عن فتفرقوا وهربوا طبعا عمر بن الخطاب كان له شخصية فكانت الناس تهابوا تخاف منه فتفرقوا وهربوا إلا عبد الله بن الزبير يعني كل الولاد هربوا على بيوتهم وعبد الله بن الزبير ذا اللوايف قال له عمر رضي الله عن لماذا لم تهرب كما هرب أصحابك فقال يا أمير المؤمنين لم أرتكب ذنبا فأخاف منك وليست الطريق ضيقة فأوسع لك طبعا هذا موقف يدل على شجاعة عبد الله بن الزبير واثق بحاله ما عمل إشي غلط لم يرتكب ذنب وأيضا الطريق ليست ضيقة لكي يوسع لك فتدل على شجاعة عبد الله بن الزبير طيب هلأ نناقش فوائد الشجاعة وندوينها في الفراغات التالية هلأ إيش فعادة الشجاعة أنا ليش لازم أتصف بصفة الشجاعة ليش أتخلق بخلق الشجاعة كتبينهم أولا نيل محبة الناس الناس بتحب الشخص الشجاع ثانيا الثواب الجزيل من الله تعالى أيضا حفظ الأمن في الوطن اكتب ليها لو سمحت حفظ الأمن في الوطن ورابعا حفظ حقوق الناس طبعا فوائد الشجاعة ده تكتب لي عليها مهم وأيضا أفكر عنا مهم طب من هو الصحابة الجليلة الذي لم يخاف من عمر بن الخطاب ولم يهرب من هو عبد الله ابن الزبير حط لي عليها دائرة لو سمحت طبعا حفظ معك مو مطلوب منك تحفظ لي القصة حفظ ولكن أنك تعرف كيف تجلت شجاعة رسول الله وشجاعة الصحابة طيب ننتقل للصفحة الثانية اللي هي الصفحة 55 فيه إن خلق أو صفة منافي للشجاعة وهو خلق مذموم إيش هو التهور إيش يعني تهور هو خلق مذموم يتمثل في اندفاع الناس إلى القيام بعمل يسبب الكثير من المخاطر من دون تفكير في العواقب زي اللي بيكونوا قاعدين مثلا بفحطوا بالشوارع عم أسرعين سرعة عالية مثلا هذا اسمه التهور لأنه ممكن يسبب كثير من المخاطر وكتير رياما ناس ماتوا فيها هاي مو شجاعة حط لي على التهور حفظ لو سمحت إذن هو خلق مذموم يتمثل في اندفاع الإنسان إلى القيام بعمل يسبب الكثير من المخاطر من دون تفكير في العواقب طيب عندنا النشاط أصنف الكلمات الآتية في الجدول كما في المثال عندنا هون مجموعة من الكلمات وبدنا نصنفها إذا كانت هذه الكلمات ترتبط بخلق الشجاعة أو لا ترتبط بخلق الشجاعة عندنا أولا قول الحق خلق شجاعة ولا ليس خلق شجاعة طبعا خلق شجاعة فأكتب لي إياها قول الحق طيب الهروب لا ترتبط بخلق الشجاعة أحسنتم طبعا هي مكتوبة اقدام ترتبط بخلق الشجاعة اقدام يعني أن الواحد دائما أن لا يخاف مواجهة الأخطار طب انقاذ أيضا ترتبط بخلق الشجاعة انقاذ الآخرين اعتداء الاعتداء على الآخرين وعلى الناس لا ترتبط بخلق الشجاعة ثبات أيضا ترتبط أحسنتم طبعا هي مكتوبة تردد إذا لا ترتبط بخلق الشجاعة دائما المرء يكون متردد وخايف وبضيع علي كتير شغلات هاي تسرع أيضا عدم التفكير بس مجرد بده يعمل وهو مش مفكر بالموضوع هذا نفس التهور ذكرناه إذن لا ترتبط بخلق الشجاعة لو سمحت اكتبولي إياها بالجدول أحط لي أيضا على الجدول مهم طيب افتح لكتابك لو سمحت على أختبر معلوماتي خلينا نحل الأسئلة مع بعض أتدبر الآية الكريمة الآتية وأوضح سورة الشجاعة التي تعبر عنها قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا طيب ما هي سورة الشجاعة الموجودة في الآية إذا لقيتم فئة فاثبتوا الثبات في الجهات في سبيل الله إذن أكتب لي الثبات في الجهات في سبيل الله طيب السؤال الثاني إن أتأمل المواقف في الجدول الآتي وأختار الوصف المناسب لها سواء كانت شجاعة أو تهور الموقف أسرع الشرط إلى مكان الخطر لحماية الناس هذا موقف شجاعة شجاعة أو تهور شجاعة قاد رمز السيارة بسرعة كبيرة في طرقات المدينة تهور أجاب عطية عن أسئلة المعلم من دون تردد شجاعة حرص فادي دائما على قول الحق بأدب دون خوف من أحد شجاعة تسلق عامر عمود الكهرباء لإحضار طائرته الورقية العالقة أحسنتم تهور لأنه ممكن تصيبوا صاعقة هذا العمود أو هاي الكهرباء طيب السؤال الثالث أملأ المربعات الثلاثة في الشكل الآتي بالحروف الناقصة ثم أقرأ العبارة الناتعة وأدونها هل عنا ألف عمودي حطي لنا نون وجيم وميم يعني عنا هذا خط عمودي وهذا خط عمودي بدنا نحط المناسب طبعا أل وفي عنا فراغ هون وعنا باع ونون طيب إيش المناسب الجبن حطي لي جيم بعدين عنا مذ إيش المناسب م مذموم الجبن مذموم إيش يعني الجبن أو الجبن هو ضد الشجاعة أو عكس الشجاعة طيب أفقي عنا هذه الحروف المناسبة للفراغات الأفقية دال سين ميم شين عنا الإسلام حطي لي أول إيش سين يعلم ميم الشجاعة شين طيب نكتب لي العبارة الأولى العمودية إيش هي الجبن مذموم العبارة الأفقية الإسلام يعلم الشجاعة يعطيكم العافي خامس أستودعكم الله الذي لا تضيه ودائعه شكرا لمن